اسرعوا بيها في النصف من رمضان تملى بيتك رزق وخير ومال هتسد دينك مهما كان كبير وكمان هتمنع المشاكل نهائيا مهما كبر حجمها في بيتك وهتخلصك من جميع مشاكل الحسد والسح لمجرد ما تعمليها سريعة جدا 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 فوق ما تتخيلوا وكدئ سهلة وبسيطة ياريت ما تبخلوش علموا بلايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتابعونا الايام اللي جاها نقدم حاجات سهلة وبسيطة جدا للتخلص من جميع انواع السحر حتى لو كان سحر اسود السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعال مع بعض النهاردة هقول لكم على حاجة لازم تعمليها في نصف شهر رمضان ولو ما عملتهاش في نصف رمضان هيكون الايام التانية ايه لان ليها ايام كتير تقدر تعمليها فيها خلال شهر رمضان الكريم كل سنة وانتو طيبين الطريقة دي هتجعل المال في ايدك والخير في ايدك والرزق في ايدك دايما بقطرة مش هيتمنع من بيتك ابدا زي ما بنقولها كده بالمصر الرزق والخير هيدخل بيتك من اوسع الابواب والقبول في كل شيء وحتى لو عندك دين او عندك شيء مدايجك في الماديات او شيء واجف معين تمام الاشياء دي كلها هتنتهي وهتمنع المشاكل مهما كبرت او صغرت في بيتك هتمنعها نهائيا بتمنع النكد وبتمنع المشاكل كمان المشاكل اللي بسبب السحر او بسبب الحسد هتلجي الاسحار والحسد اللي موجود في بيتك هيتبخر كده هو زي البخار في الجوه هيخرج ومش هيعود لبيتك ابدا ابدا لمجرد ما تسارعي على طول باستخدام الطريقة دي باديك انتي هتتخلصي من كل المشاكل اللي بتعاني منها مهما كبرت او صغرت وبلا عودة وللابد وتقدر تعمليها لكل افراد العيلة اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين معايا معدن المعدن دي عملة اي عملة موجودة كده في جلب بيتك موجودة بين الاموال بتاعتك او الفلوس بتاعتك الموجودة او انتي محتفظة بعملة معاينة بس تكون نظيفة تكون نظيفة جدا وهقولك تكون نظيفة ليه يعني مثلا هاتي لو لجيها مثلا لونة مش حلوة او فيها اي صدق او اي ريحة صدق وشرط تكون كده تمام هتجيب اي شيء تخسليه بيها على اساس ان انتي بعد ما تخسليها تحسيها لامعة لامعة بسيطة وتقدر تجيب كمال يعني عملة نظيفة وتبدأ تخسليها في البيت من اي حتة هاتي عملة نظيفة من اي حتة او من اي حد جنبك تمام وكان الطريقة دي زمان بيعملوها بايه بيعملوها باي عملة موجودة عند امك او يعني تجيب العملة دي من عند امك او من عند جارتك او من عند اخوك او من عند اي حد قريب ليك هات عملة والعملة طبعا دي هتكون يعني بصوا حاجة بسيطة يعني لا تذكر اصلا في زماننا دا مش بتجيب اي حاجة خلاص فهتاخدي العملة المعدن دي ما تكونش ورق طيب زي ما انتم شايفين دي العملة واي عملة يكون لونها فضي او دها باي عملة بس المهم تكون عملة والاي بلد انتي فيها طبعا تكون صغيرة بالحجم ده هنبدأ نستخدمها الاستخدام ده ويستحسن ان انتي تجيب العملة دي زي ما قدتلك من امك عايشة جنبك من اخوك من اي حد هاتوا هاتوا عملة معدنية صغيرة خلاص طيب تاني مكان هتستخدامي وهو الملح وده الملح العادي ولكن هتحطي مثلا اه تلت معالج من الملح عليهم تلت معالج من السكر تلت معالج من الملح عليهم تلت معالج من السكر السكر الخشن واللي ما يعرفش يعني ايه ملح او يعني ايه اه سكر او ليه اسم تاني اه او انتم عارفين ليه اسم تاني ياريت تكتبوه كمان في التعليقات اه ولو عارفين اسمي تاني للعملة المعدن دي برضو اكتبوها لشان في ناس يعني معرفش انا اسمي تاني للمعدن او العملة بتاعتنا بصراحة ففي ناس ممكن تكتب لي تعليق بالشكل ده طيب بصوا بقى هتعمل ايه هتاخد العملة دي زي ما اتفاجنا تمام بكل اللي احنا قلناه عشان ما ارجع شعيد الكلام هتبدأ اتاخدها كده تدفنيها في او تدريها تدري الملح عليها كده كويس في اي طبق او اي حتى كيس بس تتأكد ان المعدن ده موجود مداري مش باين منه اي حاجة في الملح والسكر في خليط الملح والسكر وتغطي عليهم لمدة 3 ساعات 3 ساعات عديهم علي ايدك 3 ساعات خلاص طيب بعد ما يعدوا 3 ساعات دول في النهار في ليل براحتك بس انا بقول لك يستحسن تعمليها في النهار يستحسن تعمليها في النهار طيب بعد ما يعدت 3 ساعات هتشيلي المعدن من تحت الملح وتبدأي تاخدي المعدن ده وتشيليه علي جنب هقول لك هتعملي ايه او هتعملي بي ايه لكن الملح والسكر هتعملي بيه تبخير لبيتك 3 يوم وربعة ومعاك لحد يوم 20 رمضان وانتي بتبخري بيه بيتك وممكن اليوم 25 كمان تمام يعني كل يوم تغدي على عين البتجاز بتاعتك او اي معدن عندك مثلا صنية او طاج فخار اي حاجة كده من اللي بتحطيها على النار هتحطيها وتسخنيها كويس وتبدأ تحطي عليها رشة بسيطة من الخليط بتاع السكر الملحة اللي احنا شايلين فيه المعدن اللي احنا شايلين فيه كنا شايلين فيه المعدن ما احنا خلاص شلنا المعدن تمام فهتبدأ تعملي تبخير عملت النهاردة كمان اعملي بكرة وبعده كده 3 ايام اعملي وهكذا وهكذا كل يوم بشوية دول اللي انت عيناهم لو عاوزة تزود كمية الملحة علشان يوصل لحد يوم مثلا 25 في الشهر رمضان تقدر تعمليها خلاص تزودية حجم الملح بس تزودية من قبل ما تحطي المعدن شوية الملح دول تمام هتبخر بيهم بيتك اول يوم تاني يوم تالت يوم رابع يوم خمس يوم لحد يوم عشرين تمام من خمستاشر لعشرين ومن عشرين لخمسة وعشرين مش اكتر من كده والتبخيرة دي هتعمليها وتمشيها في البيت طبعا لو الملح الواحده مش هيعمل تبخيرة معنا هيعمل تقطقة وده اللي بنسميه تقطقة الملح علشان خروج العين والحسد من البيت والكلام ده لكن الملح وسكر الخلطين دول مع بعض لما خلطناهم هيعملوا تبخيرة هتتمشي بيهم في جلب بيتك كله شمال ويمين وشرق وغرب ومن اول باب الشقة من اول باب الشقة لحد اخر مكان في البيت جو هتبخري بيتك كله لمدة المدة اللي احنا اتفاجنا عليها دي بشوية الملح والسكر طيب المعدن احنا خدناها على جنب كده احنا كمية الملح هنخلصها في التبخير طيب المعدن ده هنعمل في ايه المعدن ده هتغذية تخليه في الشنطة بتاعتك كنت خارجة وانت طالعة هتخليه في المكان اللي بتحطي الفلوس بتاعتك او المال بتاعتك او اللي بتشيلي فيه او اللي عاملة فيه مثلا حصالة معينة او بتشيلي او اللي بتشيلي فيه اي فلوس بتجيك من برا تمام اي فلوس بتجيك من برا خرجتي حطيه في الشنطة بتاعتك او حطها في المكان اللي انت بتحط فيه الاموال او بتحط فيه اوراجك المهمة وانت خارج لان الطريقة دي لاي حد بيسمعني تمام شايفين كده ايه الطريقة سهلة وبسيطة ودايما دايما دايما المعدن ده تخليه معك طيب هتكرر الطريقة دي طبعا هتلجافة على جدا أو تلجافة على جدا جدا لدرجة أن انت المعدن ده مش هتقدر تستغني عنه أبدا هتاخذ المعدن ده تجدديه كل ثلاث شهور من بعد رمضان كل ثلاث شهور بعد ما يعدي ثلاث شهور بالظبط هتبدأي ترددي الطريقة وتعمليها بنفس الموضوع الثاني خلاص كده وخدوا بالكم نص شهر رمضان نص شهر رمضان لحد يوم عشرين رمضان كل ما تتذكري أي مشاكل موجودة في حياتك أو أي حسد أو أي سحر لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت منظارين على لسانك تلت مرات تلت مرات تتذكري هم تتذكري دين تتذكري أموال تتذكري أي شيء وإحنا مفروض نقولها في كل وقت لكن ركزي على الأيام دي إحنا في أيام مفترجة وكل سنة هنتوا طيبين شهر رمضان الكريم شهر الخير وشهر البركة وشهر الدعاء المستجاب يارب تكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم ولو حسيتي أن كلامي أو لغتي مش واضحة معاك أو مش مفهومة عشان يعني ناس كتير أنا مني لغتي بتكلم يعني بطريقتي كده ففي ناس كتير مش بتفهم أنا بقول إيه فلو أنت حابة أي استفسار في تعليقك تقولي مش أبخل عليك بالرد أبدا أبدا أي شيء مش فهمينه أو أي طوقيت أو أي مكون من المكونات على كد ما أقدر هجاوب عليكم في التعليقات وهدلك وأي حد يعرف أي اسم لكل المكونات اللي قلناها دي علشان كل الناس تستفدوا وقولوا الطريقة دي لكل حبيبكم كل جرانكم كل أهلكم والله العظيم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا في نتجتها يا ريت ما تبخلوش علينا اللايك للفيديو عشان ده بيدعمنا نجدم مزيد من الطرق بإذن الله وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد نجدمه إلى أيام الجاية